زيارة هي الأولى إلى الهند تقوم بها زعيمة المعارضة في بورما والعضوة في البرلمان أونك سانكسوكي بعد عامين من انتخابات أنهت الحكم العسكري رسميا في بلادها وكانت الهند سندت إلى حد ما الحركة الديمقراطية في بورما منذ نهاية الثمانينات كما تبنت في الآن نفسه مقاربة براغماتية في تعاملها مع النظام العسكري في التسعينات ساعية إلى استغلال ثروات هذا البلد من الغاز الطبيعي وبعد أربعة عقود تزور سانسوكية الكلية التي تابعت فيها دراستها حيث عاشت في نيو ديلهي خلال الستينات زيارتها حلم يراويدنا منذ سنوات عدة لأنها تمثل أيقونة ليس بالنسبة للنساء فقط ولكن بالنسبة للشعوب التي آمنت بالديمقراطية والعدالة والمسؤولية الاجتماعية وتأتي زيارة سانسوكي إلى الهند بعد يومين من وقوع زلزال بقوة نحو سبع درجات على سلم ريختر هزى وسط البلاد وأدى إلى مقتل ستة وعشرين شخصا وجرح مئتين آخرين واعتبار 12 في عداد المفقودين